الحمد لله رب العالمين الذي بحمده يستفتح كل كتاب والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أحبتي في الله الإسلام يدعونا جميعا إلى أن ننفع بعضنا البعض فالإنسان المسلم يعرف بين الناس بكثرة نفعه للناس لأن النفع هو الذي يعود على الناس وهو الذي يبين صدق العلاقة التي بين العبد وبين خالقه فإذا صدق الإنسان في عبادته ظهر ذلك في معاملته في معاملته بين الناس ونفع الناس خلق دعانا إليه الله تبارك وتعالى فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله عز وجل دائما قريب من المحسنين والإحسان هو أن تنفع الناس وأن تكون دائما في قضاء حوائج الناس بل إن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يوضح لأمته علاقة المسلمين ببعضهم البعض وعلاقة المؤمنين فيقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أي أن المؤمن لأخيه ولإخوانه المؤمنين جسد واحد هذا الجسد إذا اشتكى منه أي عضو فإن باقي الجسد يحزن لمرض هذا العضو كذا المؤمنين في تعاملاتهم وفي حبهم لبعضهم البعض ومن أراد أن يتعرف على نفع الناس ومكانته عند الله عز وجل ينظر إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب أي أن الذي يحسن إلى الناس وينفع الناس هذا العبد إذا وقع في مشكلة أو في مصيبة فإن الله عز وجل ينقضه ويقيه من هذه المصيبة بل إن الله عز وجل يدافع عنه ويحفظه من كل سوء لماذا؟ لأنه نفع الناس أحبتي في الله وإذا أردنا أن نتعرف على مكانة الناس عند الله نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم موضحا لأمته قائلا خير الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم هذا السرور يكون بأنك تغضي عنه الدين أو تطعمه إذا كان جائعا أو تفرج عنه كربة من كرب الدنيا بهذا الأمر تجد نفسك مقتديا بحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل عن شيء إلا وأعطى فعندما جاءه رجل وسأله عن عطاء أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما بين جبلين فذهب الرجل إلى أهله فقال لهم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان محبا لسيدنا رسول الله يقتدي بسيدنا رسول الله ويفعل ما كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته